وإحساس الطرد من الوطن وإحساس القرب والمزلة ربا ينصر السودانيين أزأل الله أن يعدهم بعودة حميدة لأوطن وحطب ليبنوه مرة أخرى وإني أعلم أنهم سيبنوه ربا ينصر الجيش وينصر السودانيين اتفاقية الحريات الأربعة الجميع يتحدث عنها والجميع يعلمها كخط عريض اتفاقية الحريات الأربعة هي اتفاقية تم توقيع بين البرلمانين البرلمان السوداني وقع والبرلمان المصري وقع في 2004 وأربعة الاتفاقية دي مما تحدثوا عنها لا عشرين سنة كيف كانت مسيرة هذه الاتفاقية قبل أن نسهب إلى مسيرة الاتفاقية والتعامل معها الاتفاقية دي ما في أيها بالحيل سمحتني صاح الاتفاقية دي ما موجودة ولا في أطابير الحكومة السودانية في وزارة الخارجية ولا في الإرشيف بتاع البرلمان ولا في أي محلة عند المصري لا موجودة في الخارجية ولا موجودة في وزارة الداخلية ولا موجودة في وزارة الهجرة ولا موجودة في أي محلة ولا موجودة في أي ولا حتى منها قصاصة التصنى بالمصريين وبالسودانيين وبكل النازلة الاتفاقية دي ويني الاتفاقية من دولتين لنفروض تكون قاعدة إنت لو عندك عقديار أجر لك حتة عقديار عقديار ده بكون قاعدة مهو شكل منش كاتفاق أصلا فكيف تكون اتفاقية بين بلدين تكون ما معروفة ومنصوصة ما مفككة ولا واضحة لو رفعنا هس الاتفاقيات من هنا البلدان الناس تقعد ثلاثهم عشان تقرب الاتفاقية بسيطة جدا مش الاتفاقية قدرة الاتفاقية دي الاتفاقية دي كل أنا بنسمعها الاتفاقات الأربعة أو الأسس الأربعة بتاعتها أنا ما لقيت لها حاجة مكتوبة وأي زور لو لقاء مكتوبة غير الإرشي بتاع الصحف ده هي زاتة الاتفاقية زاتة ما ما فيه اتفاقية بيكون من صفحة واحدة اتفاقية دي ما فيه بنود والبنود دي بتاكون مكسرة فيها بالتفصيل ومرتبة وكيف تحقيقة وفيها شروط جزائية وفي تفاصيل كثيرة في أدب الاتفاقية من الدول دا دا علم كبير في السياسة أدب كبير في السياسة والقوانين الدولية ما موضوع بسيط يعني عشان يعدي سايما نلقلن إحنا زاته ورقا نمسيكا في يدنا نقول يا أخوانا دي الاتفاقية عشان نجي نتكلم عنها وعشان نجي ندين بيها الدولة السودانية إذا خرغتها ونجي ندين بها الدولة المصرية إذا خرغتها دا ما المنطق بتاع الاتفاقيات مش كده ما أنا ما ممكن كدولة أكون راسخ ومثبت اتفاقية وبخرغ الاتفاقيات يبقى الاتفاقيات كلها انتهت إذا تخرق بند من بنودة أو ملحق ببند من بنودة أو أسيء التطبيق في بنودة أو خرج واحد من البنود خارجة ما بتتنقص الاتفاقيات بتكون كاملة بنسمع إحنا بالاتفاقيات الأربعة وإحنا كمركز طلبنا أوفيشالي من الناس من مراكز الغرار في مصر ومراكز الغرار في السودان إنه يمدون بالاتفاقية دي نصها عشان بس نقراه ونفهمه ونفهمه للسودانيين ونشرحه للمصريين برضو حقوقهم في السودان شنو يبقى الاتفاقية دي طيب اتفاقية تمت كيف بالكلام يا خزما خلاص اتفاقنا على كده وكده والبرلمان قال البرلمان المصري خلاص يا خد اتفاقنا على الأربعة ديل الأربعة ديل شنو يا حريات أربعة هي حرية العمل وحرية الإقامة وحرية التنقل وحرية التملك أربعة حريات الاتفاقية دي لما شلت الأربعة حاجات دي لحاولت بقدر الإمكان أجيب اتفاقية مقاربة لدا أبل كتاب الشيلة لاتفاقية دي كده لأن حرية الإقامة ما بكون ما حرية التنقل ما انت حرية الإقامة دي وين في السودان حرية الإقامة دي وين في مصر وحرية الإقامة ما بتكون محددة بالتنقل ما فيها الإقامة يعني الإقامة والتنقل الاتنين ما بيقعدوا في اتفاقية واحدة يعني انت تدين حرية الإقامة وتقول لي اتحدك في سودان اخرتم شارك او تقول لي حدك في الغاهرة مصر الجديدة اتبقى سجنتني يبقى ما بتتوافق الحاجات مشكدة ما بتسمح حريات اصلا في كتاب السياس لكن احنا ما شين بيشنو ما شين بيعت اكتاب ما شين بيعت اماناج نحن اصلا كمصر كان السودان ما شين بيعت اماناجين او الاتفاقية دي مخفية لأسباب دبلوماسية تاني تشغل تحت الطرابيس لعارفين المصريين لعارفين السودانين عشان كده بتلقى حسي بعض المصريين في هامش المعرفة والوعي بالسياسة والادراك والاتفاقيات يقول لك يا خداز احنا ما دارين هنا وكذا بنفس المصوف السودانين الما فاهمين القصة ما فاهمين حقهم واستحقهم في مصر وفق الاتفاقية ولحد نهر الليلة ولا طلعت الدولة السودانية قالت الاتفاقية دي منقاه ولا طلعت الدولة المصرية قالت الاتفاقية منقاه اكتر شق انا ما بقدر اسميها دي اتفاقية كلام بيقولوا عليها لكن انا بالنسبة لك بالكتاب ده ما في اتفاقية لانه الاتفاقية نصها ما موجود ما في اتفاقية ما عندها نصينا ولا الا تكون اتفاقية بالاتفاقيات والموضوع العرفي بين بلدين وده ما بيبقى بيبقى في بلد واحدة دستور غير مكتوب زي الدستور بتاع بريطانيا وفي دفعاتي رقرين في الجزر دي ما مكتوبة وبالاعادات والتغاليد والتعارف ومتعارف عليها وبقايزه العارفة لكن ده اتفاق بين بلدين لابد من يكون معلن عشان انا اتحاسب وفق الغانون ووفق الاتفاق ونص الاتفاق طيب الا السودانين مسموح لهم بحرية العمل الغانوني في البلد انا ما بقدر اعمل في مصر وفق الاتفاقية دي اذا انا مفروض علي يكون عندي اغامة في الدولة اذا حاجيك لتفاصيل الاقامة دي انت ادتني حرية العمل حرية الايغامة حرية التملك في الدولة حرية التنقل رغم الاتفاق انت ادتني حرية التملك والتملك ده من اكبر ابعد الحريات في الاتفاقات الدولية بين الدول والعلاقات الدولية التملك ده كبير انا معناه ممكن اتملك ارض زراعية انا اتملك بيت انا اتملك ده كله بحاجيه وبمستحقيه وبالاتفاقية انا اتملكتها في مصر والاتفاقية زادها مع فيشا الاتفاقية اللي تبني عليها انا التملكي لقطعات ارض او مسكن او بيت في مصر او شدق من غير من غير الاتفاقية اللي انا برتكز عليها اصلا تمت مبايعاتي مع الزول ده وي حاجة وفق المحامل المحلي وي حاجة لكن في نهاية الامر فيه غرار بتاع دولة الدولة هي البعدين بكلها الغرار بالعقارة اللي هو ده التراب بتكون فيه الدولة انا كمواطن انت الباب الواحد الهس المفتوح على مصارعه انك تمتلك اسي لو انا مشيتك اشتري عشر شبه في مصر مية شقة في مصر لا اصحابي ولا اي زول مية شقة ما بيقول لي ما تشتري اشتري ساكن التملق ده الاتفاق بس ماشي في التمليق ده ليه؟ لانه التمليق ده بعدين الدولة ممكن تقول فيه وهي قرار دائرة وتسحب اي حاجة مديد نفاقية ما موجودة اذا هي ما كانت موجودة عند السودان ولا موجودة عند المصرين ابقى بتكون اتفاقية انا اقاضي بها في محاكم دولية كيف اذا الادارة المصرية غررت ان اي زول اشتري بيت في مصر احنا غررنا البيوتة اللي في مصر تكون للمصرين ولا اشتري الاجانب البيت اللي ساكنه زي الليبي ما شوف الكون ده ما شعل الاتجاهات انت ما بتقدر تضمن فيه حقك اللي تكون واعي بحقوقه وبالغوانين وبالدساتير الموجودة اللي بتحكم الناس المصريين ولا السودانيين المصريين ما محترفين باتفاقية ليه ما محترفين باتفاقية اول حاجة انت بتدخل مصر لابد من انك تدخل بفيزا كويس انت بلد سامح ليه انا عمل فيها الحاجات دي كلها من عمل ويقام وتنقل وتمليك تمنعنيها ادخولها كيف او تشترد عليه الدخول بالفيزا كيف ده بتنافع مع مبدأ الكلام اللي تقال لا او دي ما اتفاقية او ده تغبيش للسودانيين وكذا للمصريين ايضا ده تغبيش الكلام ده لما نخطينا في المحاك هسا نحنا ودخلنا لاجين وده باب تاني هاش رحو لقينا نفسنا في اختلاف السوداني الانفرو اتفع اقامات هل اتفاقية من هذا القبيل اذا كانت اتفاقية حقيقية وصادقة السوداني ما بيدفع اقامة في بلد مسموح لك في التملك ما بيدفع اقامة ولا بيدفع فيزا وتدخل بطاقة شخصية او ما يزبط شخصيتك بس البرلمان المصري ما عنده فيرشيف الاتفاقية والبرلمان السوداني ما عنده فيرشيف الاتفاقية تا ابقى الاتفاقية دي قاعدة وين سألنا الصحفيين ومراكز الدراسة مركز الهرام ما عنده لو عندهم خلوه رسولنا لنا ما في كلام ساي بيح كلام عشان في النهاية الامر السوداني القاعد هنا قد يتزله ويتملطش ويقول له إلا تعمل اقامة وتدفع قروش أي نحن مفاهمين الدولة من حقها تفرض تفرض إقامة تفرض بعشرة مليون تقول الإقامة في شهر دي حقك كدولة لكن كمان أنا حقي معاك عندي اتفاقية معاك هل الاتفاقية دي قاعدة ولم قاعدة دارين نسمع من الإدارة المصرية وإلا إذا الاتفاقية دي قاعدة ومن الإدارة السودانية من الاتفاقية دي قاعدة يبقى السودانين ما المفروض يتعرضوا لأي من أي من التساؤلات اللي بتحصل والزلة والمهانة والملطشة واليومين دي المصرين نشايفهم قاعدين في الكراكداون بالنسبة للسودانين واللاجئين دارين يعملوا شنو أنا ما أفاهم بدوا الخطوات بتاعتهم بينوا يدفعوا الناس ويدفعوا الناس قروش وكل ده لكن إحنا من جانبنا كمركز بنصل لنهاية الحيات حوريك أنا حنصل لها كيف شوف المركز طلب من الوام المتحدة حتين اتنين وام متهم عند على الاتفاقية دوال أسيانها بعد شوية بعد اللغات إن شاء الله هارفع ليكون الخطابين الرسل والمركز للأمم المتحدة نحن عارفين الحق والمستقع على كل المستويان ما لأننا شطار لكن عندنا نحن يعرف الكتاب ده نحن طلبنا من المتحدة المركز طلب من المتحدة الليلة إنها تجري تحقيق في مكاتبة التاب عليها في الأمم المتحدة في الغاهرة وفي مصر بشكل عام في السودانيين قاعدين هناك لاجئين وأغلب السودانيين قاعدين في مصر هم لاجئين الآن الأمم المتحدة عليها بالغانون بالشارتة بتاعتها إنها توفر أشياء لهذا اللاجئ في هذا الموقع وهو موجود فيه يبقى مصر بالغانون ما قاعد يتقدم للسودانيين اللاجئين حاجة هي دولة تابعة لغة المتحدة يبقى المفروض تلتزم بالشارتة وتلتزم بالخبط على الأمم المتحدة والسودان كذلك إذا مش مصري لاجئ في السودان إذا مش مصري لجئ في السودان يبقى على الدولة السودانية إنها تدعم مع اللاجئ المصري وفغ الغوانين بتاعة اللاجئين وحقوق اللاجئين ما بتدعم مع أصل كمصري هنا هانون زمان ولا سوو معانا دا ولا عملوا معانا دا ولا ما عملون كويس وقت الحرب ولا ما في كلام زيد ما في كلام زيد في قوانين بتحكم الدولة وبتحكم الدولة المضيفة للناس اللاجئين وهي تضيفهم غزبا عن عين لأنهم لاجئين للظروف المعروفة في الشارجة بتحت نور المتحدة والسودانيين بيقعوا في القالة لأنه في بلدهم في حرب فبيقعوا في وصفة اللاجئين السودانيين يدخل مصر تهريب السودانيين يطملتشوا السودانيين نسوان رجال يرقدوا في الأرض تحت العربات يهربون ليه بسنا؟ ليه؟ وفي ناس عملت قروش بتهريب السودانيين ليه بندخل الحاجة دي هنا ويجوا مصر المدن بتاعت مصر تقوم الشرطة تزازيون وتخطهم في السجون وتدفعون أتاوات وكل دو هم في واغي على الأمر لاجئين الناس زيل ما بيستحقوا الحاجة دي عشان كده المركز عمل شكوى مباشرة للأمم المتحدة وقوتيريش لأنه البيحصل دي مهانة لدى سودانيين ودى خروج للإدارة المصرية من قانون الأمم المتحدة اللي هي جزء فيه هي جزء من الأمم المتحدة وبالدين بالقوانين الدولية بتاعت الأمم المتحدة أي سوداني دخل مصر دي من الحرب ما المفروض يترمي في السجن ولا المفروض يدفع إقامة دا كلام الأمم المتحدة عاد ولا المفروض يدفع إقامة ولا المفروض يزازوا ويكشوا حراميا عملنا شنون إحنا عشان كشونا ووقفونا في العربات ويجيب غامتك ويجيب عملنا شنون إحنا مصر يا أم الدنيا عملنا شنون إحنا غير الديناك واطاتنا عملت فيها أعظم سيد وبنت بيه واختصاد مصر وموقف مصر السد موقف مصر على الحيل وحرب المياه آتية وغير كده إنت قاعد في حلايب وشلاتين إدارتك عارفة وأي سوداني ومصري كلها الدنيا عارفة إنك إنت قاعد في الأراضي السوداني الدوكلال كيزان الخونا ديل عشان يعملوا موازنة بتاعت محالة اغتيال حسن بارك الكلام ده كله معروف ومعلوم بالنسبة لنا من غالط الحقائق إحنا المصريين من غالط حقائق التاريخ وأنا بذكرك كل مرة في العدوان إن تجيد كلتك الحربية دي وكل عدتك الثقيلة بتحت الحرب دي وكل الغازفات الروسية دي كانت قاعدة عندنا في وادي سيدنا معنا ده إحنا دخلنا معاق الحرب وفتحنا لك الباب ثلاثة مليون من عساكرك وضباطك جو السودان أمنوا أي عاجة تحلنونا الباب إحنا إحنا ما بنترجعك تساعدنا ولم ننتظر منك لكن إحنا دارينك تدعم التعامل العقلاني في السياسة في الإغليم كله تستخدم عقلك مع السودانين دي على وجهة تحديد أعزاء قوم أزلوا الآن من الحرب وده شي طبيعي الحروب بتحصل والدنيا بيحصل فيها ما يحصل مصر ما بتقدر تضمن 24 ساعة ما تدور فيها حرب ما بتقدر تضمن ده لأن المسائل دي مرتبطة برب العالمين إضافة ليه الوضع السياسي في المنطقة ودي نصيحة للمصريين الوقت ده هو وقت تكتل تكتل اقتصادي وتكتل دفاعي واتفاقيات دفاع مشترك واتفاقيات حماية حقوق واقتصاد وحدود ومياه ده وقت الاتفاقيات ده مش وقت المعادة للشعوب السودانية ده ما وقت زلة السودانيين ده ما وقت الاستثمار فيهم لاجئين يا أخي تستثمار فيهم وتهددون أنا استغرب في الإعلامة المصري من مفترض أن السودانيين دي ما تهددون والله أنا بنصحك ما تهددون السودانيين دي لسبب واحد لأنه الحارب دعلمتهم مدرسة خطرة جدا فالناس دي التعامل اللي بتعاملوا لهم مصر حسا هتلقاه لمن البلد دي يستغر أنا بوريك لها واضحة لأنه الخطوة الجاية خطوةنا هتكون بالكتاب مش البراغماتية دي والتطرف فيها نحنا هل التطرف في البراغماتية هنمشي معاك أبعد مما تتصور فأحسن ليك تقدم السبت تشوف كلامي دا بعيد جدا إنه مصر آمنة ومصر ما فيها ويحصل فيها حارب وإقتصادها شامق وبلد ثابتة وثمانية ألف سنة وكل المسرحية دي خير وبركة جيد ليكم ومبروك عليكم وما عندنا نحنا كلام في الموضوع دا ولم نتمنى ليكم تدخلوا في حارب بل بالعكس السودانين بيتمنوا للمصريين كله خير لكن أرجو أنوا تورونا الوشحة الحسن منكم أرجو ذلك وأرجو من الحكومة المصرية إنها تلغي مسألة لقامات للسودانين دي ما حبا فيهم ما حبا فيهم إحنا قاعدين معاك بحق هنا في المصر تعال نوريك أي إلهي أدنى زول قاعد معاك بحقه السودانين دي قاعدين بحقه كلمتك هنا في اللقاء قبل كده وشرحت لك بيدخل في اليوم الواحد كم دولار للسودانين وده بيدخل للاقتصاد المصري ونحنا بنتمنى إنه الاقتصاد المصري يكون بنحسن الاقتصادات وبل تعود مصر لريادة الحقيقية وريادة الحقيقية وبناء الاقتصاد الحقيقي مش شوارعه طروبه كباري ناس تاكل وتشرب وتكون آمنة وسعيدة أبسط الأشياء متطلبات الحياة الحياة وإدارة الدول ليس مظاهر بنائية ولا طرق كباري رفاهية المواطن بتكمن في إنه أبجا ديال تكون محسوم هاكل وشراب وعلاج ربنا وفقكم أهل المصريين لكن حزاري من زلة السودانين حزاري المركز قدم شكوى عشان يحصل في المكاتب بتاعت الأمم المتحدة القاعدة هناك دي إحنا كالسودانيين طالبنا دارين نعرف حقنا ومستحقنا شنو لأنه أي لاجئ فأي دولة الأمم المتحدة بتتكفل بأشياء محددة أنا حمشي لك عليها الإجسام بتاعت الأمم المتحدة بتقدم بتقدم دعم الجهود المتعلقة باللاجئين السودانيين في مصر هي أولة ال-UNHCR اللي هي دي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دي المفوضية الرئيسة بتقوم بتقديم المساعدة والحماية للنازحين واللاجئين في مختلف العالم أمسك دحقك يا سودانيين وأمسك دحقك يا مصري إذا دارد عليك دوائر اللجوء أمسك دحقك من السا تسعى لتوفير المأوى والرعاية والدعم اللازمين دي ال-UNHCR اللي هي المفوضية الأمم المتحدة اللي موقع عليها مصر وموقع عليه السوداني في برنامج الغزاء العالمي يا سوداني أسمع اتهى السلاجئ ويا مصري أسمع إذا صرت لاجئ يوما ما أتمنى إنك ما تمر بالتجربة دي ولم نتمناها ليك ال-WFP اللي هو ده البرنامج الغزائي العالمي ده بقدم دعم للنازحين واللاجئين بما في ذلك السودانيين في مصر عبر توفير المساعدة القزائية لتلبية احتياجاتهم الأساسية ده خطينا في الشكوى رسلناها للرئيس هل ال-UNHCR و-WFP ملتزمين بالنص ده ولا إنت قاعد تقدم كأمم المتحدة والمكاتب في مصر هي اللي بتاخد الحاجة دي والدولة المصرية هل عندها دور في ده ولا ما عندها وسألنا في الخطاب الخاص عن النسبة المفروض تكون من الموظفين في المكاتب بتاعت الأمم المتحدة دي وطالبنا بإنه الموظفين اللي بتاخذوا الغرارات في حق السودانيين على وجه التحديد إنهم يكونوا ما مصريين ونحن عارفين المركز طالب بدا عارف ليه لأنه الحاجات دي كتيرة ومرين بيها نحن كلاجئين في نصر أنا بالمناسبة كنت لاجئ في نصر ومن مصر جيت أستراليا وشفت المهانة والزلة اللي بتعملوا بيها معانا نحن الموظفين المصريين في نور المتحدة ونور المتحدة مقدمون باحتبار اللغة ببعض الأحيان ولغتهم هي ذاتها مش ولا بد فمقدمين النازل والنازل ما عندهم معانا محبة في فئة من المصريين ما عندهم معانا محبة وما يعني بيروا إنهم هما هما الناس المفروض يمشي أمريكا ويمشي أستراليا ويمشي غربة ويمشي كذا هما ما إحنا ففي الحاجة دي موجودة بيننا نحن كشعوب على المستوى الدنيوي في التعامل ودي الأشياء المسكود عنها اللي مبتد قال منون نحن في المنظور المصري حتى المصريين خدتيننا في محطات سيئة جدا في التاريخ وتكلمنا معهم وقعدنا معهم مع المفكرين والعارفين منهم إنه يا أخواننا أنتم مصنفين أننا نحن عثمان البواب واحد ومصنفين أننا نحن ناس يعني أو باش ما بنفهم كحاجة ناس ساي لكن الكلام ده ما يعني ما منطقي ولا عغلاني وفي أشياء تحتية كثيرة جدا القليل من المصريين في إداراتهم والعارفين البيعي قدر السودانيين وثقافتهم وعلمهم وإدراكم وإلمامهم وفي كمان سودانيين بيضحقوا على المصريين برضو كمان فدي حاجة متبادلة يعني يعني في سودانيين بيضحقوا على المصريين برضو جاي ما ديل بيضحقوا علينا وبيصفونا بإننا وباج ما عندنا نقييمة وناس يعني يلا بوابين وليس إلا برضو السودانيين كمان عندهم وجهات نظر في قصة الحمام والمسواق والريحة وكلامات زي دي يعني أنا أقول لك أقول لك الحاجة في مستوى التحيد خالص عشان تقدر تستوعب وتفهم إنه الحاجة دي لازم تترقى وتترفع لمستوى أحسن بين الشعوب لأنه إحنا عندنا شريط مشترك ولو ما تتابعنا عقوننا ودعمنا بعقل في المسألة دي من غير حساسيات وحقات على السودانيين وتعامل شئن ما الحاجات دي ما بتمشي لقدام والخسرانة هي مصر وليس السودان في المبنى ده وإنه بالمعاسة في مستقبل السياسة السودانية في خمسين أو في مئة عام قادمة في مستقبل المنطقة اللي بتكون خسرانة جمهورية مصر العربية وإنتم أدرى عن ما زاد حد سنة المنظمة الثالثة هي الوهيتش أو واللي هي دي منظمة الصحة الحالمية دي اللي هي بتعمل شنوب تعمل على تقديم الدعم الصحي للنازحين واللاجين بما في ذلك توفير الخدمات الطبية الضرورية ومكافحة الأمراض إذن إحنا تجنين على الحكومة المصرية أو المكاتب دي الموجودة في مصر تجنين عليها بهذا الحديث يجب إنهم يطلعوا يورونا إنه الأمم المتحدة ما أدتهم فقط للسودانيين عشان الباب يبقى واضح والموضوع يبقى واضح ونعرف إحنا مشكلتنا وين والمهانة السودانيين دي معالجة وين المنظمة الرابعة اللي هي الـ UNICEF اللي هي دي الناس بيقولوا عليها الـ UNICEF اللي هي منظمة الأمم المتحدة للطبولة أطفالنا القاعدين في السودان دي الناس دي الملزمين أو المنظمة دي ملزمة عبر الأمم المتحدة إنها تقدم التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والاستقلال تلغوانين تحت الأمم المتحدة وفي مكتب قاعد بنتوى الـ UNICEF في الغايرة قاعد هل المكتب ده التزم بحماية الأطفال السودانيين؟ هل المكتب بتاع الـ WHO التزم بالمفروض يقدموا للعجيين؟ هل الـ WFP عملت نفس الحاجة؟ هل الـ UNHCR عملت الاتفاق؟ الحاجة القرناها السدي للسودانيين؟ هل عملت اليوم السودانيين؟ بعد ذلك في منظمة الـ OHCHR ودي المفوضية السامية لحقوق الإنسان دي اللي هي بتزعى إلى حماية حقوق الإنسان للأفراد بما في ذلك اللاجئين والنازحين والعمل على تعزيز العدالة والمزاومة إتك لاجي عندك حقوق وحقوقي دي المفروض تحمية الدولة المصرية ذاتها بإتفاقيات الشارترز بتاعت الأمم المتحدة أو إتفاقيات شنين؟ المفروض تحمية المصر ذاتها مش تزازيني وأنا مضغوط في حرب وظروف زي دي تزازيني الناس تجي بتحريب وحرامية ويدخلوا ليه يا أخي؟ يا أخي دا شعب عظيمة بيستحق المهانة والمزلني لكن مزاحمة السودانيين ليك في التاريخ الكبير اللي انت بتتكلم عنه إنك صاحب تاريخ له تمانية ألف سنة وعشر ألف سنة السودان ما بيزاحمك في دا ولا دارين نزاحمك لأن الفريق بيننا وبينك بعيد خلاص في مزالة الحضارة والتقدم الحضاري وكذا ما دارين ندخل في دا وأصول البشرية والمواقع دي ومواقع سيدنا موسى مواطئ أقدامه وأهبطوا مصر والهبوط بيكون في مجار النيل من وين لوين من أماكن المنابع لأماكن المصب شوف ما دارين ندخل في جذرية الحواردين إحنا معاك ولا إحنا أحسن منك ولا أقدم منك في الحضارة وأعرف منك ما دارين ندخل في الموضوع دا لأنه حسي التاريخ أو الميديا الحديثة والتطورات في الإي آي هتكتشف أي حاجة وحتوري منوء المتصلت على منوء وده ما محك الحديث طيب حقوق اللاجئين الدولية تنصب على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد حقوق الأفراد الذين يرجعون إلى بلد غير بلدهم بسبب مخاف متعلقة بالاضطهادة والتهديدات لحياتهم وحرياتهم أو الحروب أو الكوارس البيئية الخطيرة التي تؤدي إلى اختفاء الأراضي واختفاء الجزر وغيرها من الأشياء إليك بعض النقاط الرئيسة لحقوق اللاجئين الدولي من الناس لأن الناس ما بتحمل الحياة دي وما في نكات وضحك فباختصرنا اختصار كبير جدا الملف كله اختصرنا في حاجات صغيرة جدا الحياة دي بتقوم على الاتفاقيات الآتية للاجئين هذا المفروض أدب نعرفه نحن كلاجئين للعام 1951 تحدد حقوق اللاجئين وواجبات الدول تجاههم تعرف من هو اللاجئ وتحدد حقه في اللجوة وحمايته من الترحيل هذا بلد يمكن أن يكون فيه معرضا للاتحاد وأن لا تضايقوا سلطات الدولة التي لجاء إليها ركز في ذا ما تضايقوا اللغامات دي مضايقة بالنسبة لي أنا حسن لو قاعد في مصر دي مضايقة ليه مضايقة؟ أنا أجيب ليك قروش من وين الفقوم سمية من وين؟ أنا على قلة أقدير برسل لي أهلي عشان أكل ويشرف في دولة اللجوهاتي وده إسهام اقتصادي كبير جدا لو حسبته خليني من الاستثمارات وخليني من البيوت الاشتراع السوداني بورتوكول 1967 المتعلق باللاجئين يوسع نطاق اتفاقية اللاجئين لتشمل جميع الأفراد اللاجئين دون أي اعتبار للتاريخ والمكان الذي حدث فيه اللجوه يبقى دي بلانكت في أي محال السودانين في أسيوبيا السودانين في كينيا في يوغندا في أي محال في جنوب السودان كله واللاجئين من جنوب السودان القاعدين في السودان واللاجئين من أسيوبيا القاعدين في السودان أتعلم ليهم الليلة في لاجئين قاعدين في السودان في العارب دي لاجئين قاعدين في القضارف أسيوبيين وفي أسيوبيين تانين ماسكين قناصين في القرطوم شغالين مع رئيسي تنجا شفت الموازنة دي غريبة كيف السوداني البحالة وحكومة تبدأ حالة ملتزمة به القوانين الدولية وده المفروض الأمم المتحدة تد فيه الحكومة السودانية ويسام الشرف في تنفيذ خططات الأمم المتحدة والتزام نبي قط الأمم المتحدة وغض النظر عن الحكومة في أمه حقوق الإنسان العامة اللاجئون يحيق لهم الاستفادة من حقوق الإنسان العامة المثلسة حقوق الحياة والحرية والأمان حقوق الحياة والحرية والأمان ودي كلها أي حتة مضايقة فيها بتنفيه كحق للإنسان اللاجئة اللاجئة ما إنسان ما حيوان هو اللاجئة إنسان يجب أن لا يزال في العباسي أنا عايز أخوان المصريين عاينوا للحاية دي بالعقول بالمناسبة ما يعاينوا لا بأي زاوية تانية ما تزل السودانية لا بأسي أسأل الله إن المصريين ما يشوفوا زلة أسأل الله إن المصريين ما يشوفوا زلة لكن الدائرة الغنى يعمل حساب ليفقروا لك ما عرفتها السودانية بشي رحى عليك الوصول إلى العمل والتعليم يتعين على اللاجئين في كثير من الحالات أن يكون لديهم الحق في الوصول إلى فرص العمل والتعليم والصحة في البلد الذي يستضيفهم الاستضافة في حالة اللاجئين على حسب النصوص ليست اختيارية لأنه أنا ما جيتك مبتال أنا جيتك مطرود بحرب أو الظروف التي كلمنا عنها قبل شوية حق الحماية من الترحيل القصري أنا اقتصدت الكتاب دي اختصار شديد جدا لا يجوز ترحيل اللاجئين لا بلد يمكن أن يكونوا فيه معرضين للاتهاد والخطر على حياتهم وحرياتهم أو بلد ما زال يرزح تحت الدمار الطبيعي أو تحت الحروب الداخلية يبقى انت لما تفرض علينا في مصر وده تصرف الدولة طبعا يبقى لما تفرض علينا أي قامة أو أي شيء انتهينا بتكسر في قوانين الأمم المتحدة لذلك احنا اشتكينا للأمم المتحدة عشان تنظر في هذه الأمور وتكلمنا مع المصريين الله لا أزل لكم بالحرب كما أزل الشعوب السودانية نسأل الله أن لا يزل المصريين حكينا احنا بنطالب كل تعزيب وأدب بحكومة السيسي إنها تلتزم بخطوط الأمم المتحدة تخلي الجوار ده وخلينا نحن كاسمين ويبن النيل وكل البوهي دي خلينا من هذا بنطالب الحكومة المصرينا تلتزم بي الخطة العام للأمم المتحدة وحقوق اللاجيين ليس إلا الذي يقول غايل مصر منول حتى تلتزم لك بذا احنا ما علينا إلا أن نطلق كسودانيين بكل تعزيب وأدب إن الدولة دي تلتزم بالخطة بتاع الأمم المتحدة والاجتزام أنا برفع عليكم الشك وهسا إنجليز وعربي بعد هذا اللقاء مباشرة ونصر الله أن ينصر الجيش أن يعود السودانيين إلى أرضهم حلوها بمرها بنعود بإذنه تعالى أعزاء كرام وبعد المعاملة العاملتون العادية والمصريين بنشكركم على استقبالكم أهلنا الكرام الأعزاء الذين أزلتهم الحرب وعين الدرس بإذنه تعالى سيد بني بلد عظيم ونستقبل المصريين فيه بأي شكل وإشكال أتمنى إنهم ما نستقبلهم لأجي حرب لمن إنهم نستقبلهم أخوان أعزاء كرام محترمين في بلد يحترم هذه الاتفاقية إذا ويناه 2004 وحشوف البرلمان السوداني والشعوب السودانية هل إحنا محتاجين لهكذا الاتفاقية بعد أن يهدى الأمر إذا هي الاتفاقية أصلا موجودة أم كيف يكون وكيف تكون السياسة الخارجية في نقطة قبل نسيت أنا إحنا معامليننا عثمان البواب وخاتين السودان في الملف الأمني وليس في ملف وزارة الخارجية وهذا يعني أنا في في الباك بيرنا بتاع المصريين إنه نحنا جزء من مصر لأنه ما ممكن الأغاليم اللي بتخطها في الأمن في أجهزة الأمن بتاعتك لكن الدول بتخطها في وزارة الخارجية في ديزك دم حالقرات بتخطه بيكون في حاجة اسمها ديزك كل الدول بتاعتنا والنيجر كل البلدان دي قاعدنا كل الدس قاعد فيه الانفرميشن والمعلومات والجهة الممكن تستقي منها التفاصيل عن الدولة ومسيرتها واقتصادها وكل الكلام ما شفنا لين دولة الجزر الصغيرة دي هنا نيوزيلند علاقتها بأستراليا علاقة كبيرة جدا بتعاملوا فيها الأسترالي كمواطنين والنيوزيلند بتعاملوا عندنا كمواطنين بيجوا هنا دا الاتفاق الحقيقي يجوا هنا ناس زين بيشتغلوا يتوظفوا ويشتروا بيوت ويشتروا أي حاجة ويدخلوا بيزنس ويشتروا قطار أي حاجة دارين يسوها والأستراليين بمشوا هناك بيعملوا أي حاجة بغض النظر عندنا والأسترالي جاي من السودان زي كذا ولا أي جه دي اتفاقات قاعدة وهسا أنا بدعيز عنده زمن فاضي مش يدخل في وزارة الخارجية في السيرش بتاع وزارة الخارجية في السيرش بتاع البار بتاع الوزارة الخارجية الأسترالية بيلقى العلاقة والاتفاقات الموقعة ونحنا حقها شنو في نيوزيلند والنيوزيلندين حقهم شنوين في أسترالي وكذا الجزر صغيرة جامعة الأسترالية اللي يقول لا فيجي وغيرها بالجزر دي الاتفاقات قاعدة بتلقى الاتفاقات كتوب سكشن كامل بتاع اتفاقية والله ممكن تاخد لك وسبوح حتى تطلع على الاتفاقية كلها وتفاصيلها لكن بيختصروا لك حقك ومستحقك لما انتمشي وبيدوك نوت صغيرة كده انت ماشي نيوزيلاند ده حقك في نيوزيلاند اذا قطعت في نيوزيلاند هناك ممكن يدي قروش ومصاريف زي المواطن النيوزيلاندي اتفاقيات موجودة ومغربة الحكومات ما مدسوسة يعني الحالة الحقاتنا دي بتاعت الاتفاقيات الاربعة دي ما معروف ده شنو ده انت داسي الاتفاق ليه في عيات كثيرة جدا حانين يتكلم عنها في وقتها في ازني تعالى ارجو مرة اخرى لنقوة المسقين يحترنوا بس القضي تعالوا المتحدة ده ويحترمونا وما ممكن لاجئ سودانيا قوة 12 و 13 سنة مقبول في الامم المتحدة لحد ما الاطفال يكونوا قاعدين وما يكون عندهم حق بتاع سفر ويجو ناس جداد بوساطات يسافروا ومسألة غريبة جدا وده كله شرحناه في القطابة الخاص للأمم المتحدة وفي القطابة العام هنا للناس تاني هل أرفعوا حسا بعد شوية زي ما أسلفنا ربنا ينصر الجيش ويفك أسر السودانيين في بلدان الآخرين ربنا يحفظكم والشعب المسلح والكتاب هم الباب ربنا ينصر الجيش وليس قدامنا الصباح في أمان الله محاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شكرا